اكد سعادة السيد ميخايل بوغدانوف الممثل الخاص لفخامة رئيس روسيا للتحادية إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية أن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين برئاسة جلالة الملك المعظم قمة ناجحة وبناءة مضيفا خلال حديثه لبرنامج قصار القول الذي بثته قناة روسيا اليوم أن إعلان المنامة متوازن ويعكس أهم القضايا التي تهم العالم العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية يجب أن أقول أن هذه القمة كانت بالفعل قمة مهمة لقادة الدول كان هذا الاجتماع الثالث والثلاثين وأظن حقا أنه كان بناء للغاية كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية كانت ممثلة فيه وأتقدم بالشكر الجزيل أولا وقبل كل شيء لقيادة مملكة البحرين على دعوتهم لحضور كضيف ومهمتي كانت تسلم رسالة شخصية وتحية وتمنيات بالنجاح للقمة من الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وقد قمت بذلك بكل سرور في لقاءات منفصلة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية المملكة عبداللطيف الزياني وبطبيعة الحال قدمنا نسخة منه للأمين العام لجامعة الدول العربية وكما تعلمون تم التوصل إلى بيان ختامي بالإجماع يعرف بإعلان المنامة والذي نراه متوازنا للغاية من حيث الشكل والمضمون ويعكس البيان أهم القضايا التي تهم العالم العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في بؤر الصراع الأخرى في المنطقة مثل السودان واليمن وبعض النقاط الأخرى التي تقلق أصدقائنا العرب ونشعر بمعاناتهم لذلك نعتقد بشكل عام أن القمة كانت ناجحة وبهذه المناسبة نهنئ أصدقائنا العرب وخاصة أصدقائنا في البحرين وكان لدي لقاء خاص مع ملك البحرين حيث قدمت له التهنئة أيضا بمناسبة النجاح البهر لهذه القمة وحول زيارة جلالة الملك المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية إلى روسيا للتحادية أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي بأنها زيارة ذات أهمية كبيرة على صعيد العلاقات بين روسيا والوطن العربية كما أنها أتاحت الفرصة لمناقشة العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون الثنائي وتم خلالها توقيع حزم من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في عقاب هذا اللقاء العربي العام على مستوى القادة قام جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بزيارة رسمية إلى موسكو استقبلناه وأعني هنا القيادة الروسية والرئيس بوتين ليس فقط بصفته زعيم مملكة البحرين وملكها بل كذلك كرئيس لجامعة الدول العربية وقد انتقلت رئاسة الجامعة إليه من المملكة العربية السعودية لذا ستكون مملكة البحرين ممثلا للعالم العربي بأسره في الاتصالات الدولية خلال العام المقبل ولكن الزيارة نفسها كانت ذات أهمية كبيرة أيضا وكما ذكر الرئيس بوتين فلم يجتمعوا شخصيا منذ عام 2016 رغم أنهم تحدثوا هاتفيا عدة مرات بما في ذلك هذا العام وبالطبع قد هنأ الملك رئيسنا بإعادة انتخابه لرئاسة دولتنا لقد تاحت هذه الزيارة فرصة أخرى لإجراء بحث شامل لعلاقاتنا مع البحرين وتعزيز الأساس القانوني لتعاوننا تم توقيع حزمة كاملة من الوثائق الثنائية الهامة حول التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما في ذلك الصحة والنقل والعلاقات التجارية والاقتصادية أعتقد أن هذه كانت النتائج الملموسة لتلك المفاوضات التي جرت في إطار ضيق وأوسع بحضور وزرائنا كما أشهد سعادة السيد مخيائيل بغدانوف بموادرة مملكة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن بلاده تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى حل القضية الفلسطينية على أساس عادل وفقا للقرارات الدولية أود العودة إلى مسألة الأفكار المبادرة التي طرحها أصدقاؤنا في البحرين لعقد مؤتمر دولي لقد أكدنا على ذلك وفي المرة الأخيرة عندما كان هنا جلالة الملك تحدثنا حول هذا الموضوع نحن ندعم جميع المبادرات التي تهدف إلى حل القضية الفلسطينية على أساس عادل مع مراعاة القرارات الدولية التي تم اتخاذها في السابق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ونحن دائما ندعم هذه الجهود ونشدد على أن مبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها في قمة بيروت عام 2002 وإيدتها قمم منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي هي في نظرنا الأساس الذي لا بديل له لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس عادل لأن الحلول العادلة فقط هي التي تضمن سلاما دائما ومستقرا في هذه المنطقة بالطبع نحن نؤكد أن الحل القائم على حل الدولتين هو الخيار الوحيد الممكن أما الأفكار التي تم طرحها بشأن عقد مؤتمر دولي فإننا ندعمها تماما وبالطبع نؤيد أن يدعم المجتمع الدولي هذا القرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر